عدا لا تزال مساحة مفتوحة للانقلابيين منذ توقيع على اتفاق الرياضي في الخامس من شهر نوفمبر الجاري تزداد المظاهر الانقلابية المعززة لتوجه الانفصالي تجذرا في العاصمة المؤقتة وسط مخاوف من تكريس النفوذ الأمني للانفصاليين باسم هذا الاتفاق بعد أسبوع من التوقيع عليه لم يعود رئيس الوزراء كمنص على ذلك البند الثالث في اتفاق الرياضة لكن الذي تحقق بنظر المتابعين هو أن وحدات تابعة للحزام الأمني عادت التموضع كقوات حماية منشئات بمباركة القوات السعودية التي باتت تتحكم بالمشهد الأمني بشكل كامل في عدن أو هكذا تبدو الأمور لأسباب أمنية ولوجستية تأخرت عودة الحكومة مبررات روجت لها وسائل إعلام سعودية دون خجل فيما يفترض أن تكون مهمة حماية رئيس الحكومة جزءا من التزام توفره السعودية التي أغرقت عدن بالمعدات العسكرية وبالعشرات من قوات النخبة خلال الفترة الماضية يأتي ذلك فيما يستمروا الانفصاليون في التقليل من شأن الأثار المترتبة على اتفاق الرياض بالتأكيد على بقاء خيار الانفصال قائما ونفوذ المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات سائدا في مدينة عدن وغيرها من المدن التي تقع تحت سيطرة القوات الانفصالية حتى الآن أعلم الدولة الشطرية السابقة لا تزال مرفوعة فوق أهم المنشآت المباني الحكومية بما في ذلك مطار عدن وسط إصرار على عدم إحداث أي تغيير من شأنه أن يجسد البعد الوطني للاتفاق الرياض وما يحدث هو أن اتفاق كهذا لا يعد كونه أحد الاتفاقات التي أنتجتها سنوات من الأزمة والحرب وبات مرنا كسابقيه إلى حد التأويل والتأجيل والتبديل إن لازم الأمر بين لحظة وأخرى يترقب الجميع عودة رئيس الحكومة السبت على الأرجح أو في اليوم الذي يليه أو في أي موعد لاحق لكن تساؤلات تثار بشأن تمسك الحكومة بضرورة التنفيذ الكامل للبنود الموجودة في الملحق الأمني على نحو يحميها من الانكشاف الراهن أمام الميليشيات الانفصالية المدعومة من الإمارات ويحصنها من تواطئ محتمل من جانب القوات السعودية لا تظهر السعودية بنظر المراقبين حماسا لتحصين البيئة الميدانية للاتفاق بقدر ما تنصرف إلى تسويق هذا الاتفاق بغية تسجيل نجاح يتيم وسط عاصفة من الإخفاقات السياسية والعسكرية والأمنية على الساحة اليمنية